من الرياض ينضم إلينا مراسل العربية عبد المحسن الحربي عبد المحسن مرحبا بك معنا ما هي آخر المعلومات المتوفرة أولا حول موضوع جرعات اللقاح المعتمدة التي تم الموافقة عليها في المملكة نعم خالد خلال قبل دقائق قليلة كان قد تحدث المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية وبشر المواطنين السعوديين وسكان السعودية بشكل عام عن عودة توريد اللقاحات إلى السعودية من جديد بعد توقف دامة لربما أسابيع سنتحدث مع الدكتور المتحدث الرسمي لوزارة الصحة دكتور محمد العبد العالي عن هذا الموضوع وعن موضوع تمديد الإجراءات التي تم عملها دكتور نبدأ من حيث الإجراءات عشرين يوم إضافية تم تمديد الإجراءات فيها حدثنا عن الأسباب لماذا هذا التمديد تحديد؟ طبعاً الإجراءات التي تتم حالياً والتمديد يأتي في سياق ما تقوم بالنسبة للعربية السعودية من إجراءات احترازة دائماً واستباقية المنحنة نراقبه باستمرار الحذر واليقضى أمر مهم جداً طبعاً كل هذه الأمور لكي نحاول تصطيح المنحنة والعودة به إلى اتجاهات الجيدة لا نريد أبداً أن نسجل الارتفاعات لقدر الله أو نعود لمربعات متأخرة في مواجهة هذه الجائحة الحمد لله الإجراءات الاحترازية هذه تجعلنا في أوضاع أفضل دائماً أن تكون استباقياً وأن تقوم بالإجراءات بشكل استباقي أفضل وأفضل للمجتمع بشكل عام السماء اللي نعرفها والوعي اللي نعرفه والالتزام اللي نعرفه في المراحل السابقة كان ناجح جداً وآتى ثماره صحيح ما رأينا بمرحلة فيها شيء من التراخي فيها شيء من عدم التقيد فيها شيء من الارتخاف في تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية لكن أيضاً العودة الآن لاستثمار ما مر مثلاً من العشرة أيام أو الفترة المقبلة إن شاء الله بإذن الله هي أمور مهمة ونراقب باستمرار التسارع الآن الموجود في المنحنة قد يكون قل لكن لم نصل إلى مرحلة تطمئنان تام بأن الترند أو المنحنة في اتجاهاته انعكس لا لازلنا أمام مراحل ونقاط هامة جداً نتأمل بإذن الله أن تكون الاتجاهات بشكل أفضل دكتور نذهب إلى موضوع اللقاحات حدثت قبل قليل عن قرب توريد اللقاحات مجدداً حدثنا عن هذا الموضوع أكثر بعض التفاصيل متى من توقع أن تصل هذه اللقاحات لا ليس قرب توريد هو في الواقع المملكة زي ما كانت من أوائل الدول التي بحمد الله وفرت اللقاحات على أراضيها لمواطنيها والمقيمين على أرضها الحمد لله أيضاً بعد عودة التصنيع والقيام بإرسال التوريدات أيضاً المملكة بحمد الله كانت من أوائل الدول ونجحت الأجهزة المعنية واللجان المختصة في أن تحقق والله الحمد ذلك وتوريدات سريعة جداً ووصلت إلى أرض المملكة العربية السعودية وبالتالي خططنا بإذن الله الموضوع التي ستكون فيها بإذن الله توفير للقاحات في مختلف مناطق المملكة وبتسارع بإذن الله المأمول والمنشود تكون فاعلة ومواكبة لذلك بإذن الله لا نتحدث أن هناك لقاحات وصلت إلى السعودية في الوقت الحالي متى من المتوقع أن يعود المواطنين والمقيمين لتلقي هذه اللقاحات في مراكس اللقاحات أو في أي من مراكس؟ طبعاً عندنا رسائل مهمة الرسالة الأولى نرسلها لكل من كانت لديهم مواعيد للجرعة الثانية سيكون متاح لهم خلال اليومين والثلاثة القادمة بأنهم إذا رغبوا بأن يغيروا المواعيد هذه ويحصلوا على مواعيد وأيام أقرب سيكون ذلك متاح لهم من يوم 18 فبراير وبعده بإمكان أيضاً جميع من يرغبوا بالحصول على اللقاح الجرعة الأولى بإمكانهم البدء بالحصول على المواعيد ولكن طبعاً سيرعى في ذلك فئة من لهم أولوية بحكم المخاطر وبشكل عام التسجيل هو متاح وأحث الجميع على التسجيل للدخول في أولويات ومراحل الوصول إلى اللقاح عبد المحسن بالله قبل ما تشكر بس إذا ممكن يبقى معك الدكتور عبد المحمد للحظة بس دكتور عليش سامحنا ممكن بس سؤال سؤال من المضيع طبعاً سلم الله عنه وأنا مسأله بس وش اللقاحات اللي راح تصل للمملكة خلال الفترة القادمة واللي راح يتم البدء بإعطاءها للناس وسؤالي أيضاً لماذا لم يتم حتى الآن اعتماد اللقاح الصيني على سبيل المثال مع أن وزارة الصحة من العام الماضي كانت تتحدث ربما عن اتفاقيات عن دراسات مع الجانب الصحي وحتى الآن لا خبر عن ذلك ما هي اللقاحات وماذا عن اللقاح الصيني لماذا لم يتم طيب طيب باختصار دكتور زمينا خالد يسأل عن ما هي نوعية اللقاحات التي ستأتي أو وصلت إلى السعودية وماذا عن اللقاح الصيني تحدثتم سابقاً عن دراسات تقومون باجرائها حول اللقاح الصيني حول هذه المواضيع طبعاً نحن نتحدث عن لقاح فايزر بيونتيك طبعاً ما يتعلق ببقية اللقاحات التسجيل عندنا يتم وتقدم عليه الشركات المتعددة للهيئة الغذاء والدواء السعودية ما يجتاز منها خطوات الفسح والتسجيل وغيره من اعتمادات دائماً لدينا ثقة بأنه فعال وبإذن الله مأمون واتباعاً نتابع ذلك ومستجداته والأمور مباشرة بخير بإذن الله في ذلك الاتجاه شكراً جزيلا شكراً لك يعطيك من العافية إذن خالد لقاح فايزر بيونتيك هو الذي وصل وتحدث أيضاً عن توقعات بوصول لقاحات أخرى نتحدث عن استرازينيكا خلال ربما الأيام القادمة الأسبوع القادم سيتم توريده ووصوله إلى السعودية مجدداً شكراً لك عبد المحسن الحربي مرسل العربية من الرياض